اطار الجهود التي تفزلها تركيا لعادة الحياة الى طبيعتها في مناطق الشمال السوري المحرر ما افتتاح مبنى المجلس المحلي لمدينة الراعي في الدكرة السنوية الرابعة لعملية درع الفراس بحضور والي كلس رجب سوري ترك ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ورئيس الاتلاف الوطن السوري بالاضافة الى عدد من المسؤولين الاتراك مؤساء المجالس المحلية وحجد غفير من الضيوف والمواطنين ويهدف هذا المشروع التنموي الى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الحكومة المخلية الموجودة اصابة الناس المستوى الخدمات المشروع بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا بسم الله شكرا لكم 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 شكرا لكم